التقرير يندرج في واحد سؤال مهم وحول الأولويات والحتياجات ديال الشباب اليوم دائما نطرح مطالب سواء في الأجندة السياسية ولا الأجندة المدنية ولكن السؤال مطروح اليوم واش هاد المطالب تعبير فعلا على الحتياجات ديال الشباب والأولويات دياله طيب انطلاقا نهدفه من الأولويات ديال الشباب باش ما نكونوش نعبرو في بلاسهم بلما نرجع لهم انطلاقا من هذه العملية قدرنا واحد دراسة اللي فيها تسع مناطق في المغرب فيها أكثر من 1300 شباب فيها أكثر من 124 سؤال تتناول قضايا اقتصادية والجتماعية فيها أكثر من 1300 شب دونك تيجابوا على هذه الأسئلة اللي ممكن من خلال اطلاعكم على الدراسة نشوف أنها تترتب أولويات اللي مكيناش في غالب الأحيان في الأجندة ديال الفاعل السياسي دونك في هذا السياق جدت دراسة من فهم الإشكالات والقضايا والأولويات ديال الشباب المغربي ما معناه أنك تكون شاب ولا شاب بليو متعيش بأمان في المغرب كان هذا هو سؤال المحواري ولا الاستفهام المحواري ليوجهها الدراسة اللي قام بها معهد بروماتيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان بشراكة مع معهد جونيف لحوكمة قطاع الأمن والهدف ديالها هو نفهمه تمثل الشباب بالأمان الإنساني والمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية اللي كيواجهوها واستندنا في الفهم ديال هادو كونسبت على التقرير الأمم المتحدة حول تنمية البشرية اللي نشروا البرنامج الإنمائي الأمم المتحدة سنة 1994 ولي من خلال هاد الدراسة الميدانية ركزنا على زوج المحوار المحوار الأول كيمكننا من أننا نفهمه هاد نفهمه هاد المخاطر وشنو هي سوبل ديال الحماية من المخاطر اليومية ولا الاستثنائية اللي ممكن يواجهوها الشباب حل مثلا الفترة ديال الجائحة كوفيد 19 والمحوار الثاني كان هو محاولة ديال فهم ديال أسباب الكامنة وراء وضعية الهاشاشة اللي كيعيشوها الشباب بدرجات متبينة واللي كتتأثر على المدماج ديالهم الاقتصادي والسياسي والثقافي إدان هاد الدراسة الميدانية استحضرنا فيها مناهج العلم الاجتماعية واستهدفنا بها أكثر من ألف وثلاثمائة شاب وشابة كتتراوه الأعمار ديالهم من 18 و34 سنة ولي شكلت فيها النساء نسبة ديال سبعة واربعين في المئة من هاد العينة في تحديد ديال هاد العينة اعتبرنا على اعتمدنا على زوج ديال المعايير معيار الأول هو المعيار ديال الاستهداف الجغرافي حيث استهدفنا للمناطق اللي الشباب فيها قادوا حراك اجتماعي على المستوى المحلي والمعيار تاني كان هو معيار ديال الضبط ديال خطة المسح الاستبياني باش اننا نقدرو ننقيسوا هدك العدد ديال الشباب في كل منطقة على حسب النفائج ديال ديال الإحصاء الأخير ديال السكان في المغرب متنسوش تقابونا وفلاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد أيام 24 عيونكم التي لا تنام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر